ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وكانت مصالح الضرك الملكي قد توصلت بشكاية من طرف شخص يفيد فيها أن شقيقته الأرملة تعرضت صباح السوق الأسبوع لسرقة شاه من الحضير الموجودة قرب منزلها وتبعا لذلك تم استدعاء المعنية بالقضية والاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية حيث أكدت أنها استيقظت على نباح الكلب الذي يحرص حضيرتها وأنها تمكنت من مشاهدة المتهمة وهو يحمل شاتها ويضعها على متن دراجة نارية ويلود بالفرار ومباشرة بعد ذلك باشرت عناصر الضرك الملكي تحريتها التي مكنت من تحديد هوية المتهمة وإلقاء القبض عليه حيث اعترف بعد تحقيقات معمقة بالمنسوب إليه ومن تم أحيل على العدالة للبت في القضية